هذا بعد ما نهار أبو فيصل بعد ما نهار حتى تعرف شلوة الانهيار روح اسأل تركيا اسأل إيران اسأل مصر لما تشال الجنية بأيام حسن مبارك كل دولار خمسة جنيه صار بعد حسن مبارك ثمون طعش جنيه هذا الانهيار لما الدينار يصير عندك بربعة آلاف الدولار يصير بربعة آلاف يصير بخمسة آلاف هذا الانهيار هذا الحاليا اللي داي يصير تنزيل يعني منظم أو هبوط مسيطر عليه من قبل المركزي هذا هبوط مسيطر عليه طيب الانهيار بعدنا ما شايفينه إن شاء الله ما نشوفه أرجع أقولك احنا مو ضروري نشوفه بس أريد عرف العراقيين هذا قابلية المفاول احنا جاهدتنا المصيبة لطو ألطمو جاهدتنا الكارثة عمي ترى مو شرط تصير كارثة اللي جاري علينا هسه مو شرط يتحول إلى كارثة ممكن يتحول إلى مكسب شبير للعراقيين كلهم الدولة اليوم ممكن تستملك أراضي تصدر قانون تعويض عيني تستملك أراضي وتطفق حقوق الناس وامتيازاتهم بتعويض حقيقي ومجزي ومكافئ وتستملك هالأراضي وتوزعها على العراقيين توزعها على الشباب يبنون بيوت من بنو بيوت صار عندي وحدة انتاج الضعف الناتج القومي المحلي مالي أقدر أخترض أقدر كل شيء يسوي انت حاليا الناتج القومي المحلي مالك 224 تقدر تسوي دبل بس توزع أراضي للعراقيين وتخليهم يبنون ببلوك بطابوك الشيء ما كان يبنون بس يتقدمون عبد الكريم قاسم سواها وهذا تقريبا يعتبر يعني اسمح لي بالتعبير أغبر رئيس حكم العراق ديش ومع ذلك عرف هاي يدبرها عرف هاي يدبرها ليش ليش مدى يدبرون هاي الحاليين حقيقة وصل قناعة ما يدون أو ما يدرون أو ما يعرفون يفهم إنه هو عند 10 دنانير ومطلوبة منك ما عجلي نار شون يدبر الاثنين العجز هذا اللي يفكر بي مدى يفكر شون يكبر الموارد أنت عندك نفط النفط بعد ما تقدر تسيطر لا على سوقه ولا على كميته ولا على تسويقه يعني خاطر ما تدري العالم كله صار به نفط الكل صار منتجين نفط وما حد بيحتاج أحد قامت أوبك تقول لك ما تقدر تصدر أنت إلا تلافة شنر يريد نصعد للـ 12 مليون برمين من يخليك تصدر 12؟ من يخليك تصدر 8؟ 5 ما نقدر نصدر 4 وصلنا رجعونا للتلافة وسوقه مو بيدك يصعد للـ 140 ينزل للـ 20